اشتركوا في القناة بدل ما تعزبع عليك وتجي ما انت بدك تشوفني مستأتي اللي تشوفني قلت ايه روحي يا بنا تشوفي تذكري تفاصيل شكله وبهدلي صارلك زمان ما بهدلتي مع انه مثل بعض البهدلي معك انت خي البزق بيوجك ميت شتي وليه مكتف يا ريتني انا مكتف ما شاء الله عليك هالعز ولا الف ليلي وليلي لمكتف بيحزدك ما معه قدك كنت نوي ازعل منك بس كل مرة بتفقعيني نكتي بتفقع من انتحك وبينسى الزعل اتضرب ما اغلزك عزمني تفوت وروح اعملي فنجان قهوة صفية صفية اهو بعدها صفية وين بدها تروح هيجت ست امر الله يرحم امي يا صفية قربي لا شوف لا تنخي لنبوسك اشتقتلك ست امر رزق الله على الايام الخوالي الله يقطعك بعزها هديك الايام قال خوالي قال اختي امر ما بتحب حدا يذكرها بايام الفقر ايه مش متل خي مفيد لا بحبها وبعده عايشها كمان يا ماشاء الله يا ماشاء الله كيف عايشها روحي روح اعمل لنا فنجان قهوة بعدك محطفز فيا من ايام امي ما حرزي غيرها ومعلينا تعرف اخبارك اي اخبار يا حصرور ملايينك اخبار سيتك هيدا المغسول بالمسحوق اربعة بواحد يزيلوا البكع هيدا الناصع السواد الله يخلي ملايينك اللي لو لاي كانوا صفورة ولقلك عين ولقلك عين تحكي وله لو ماي انا انزت بالحبس عن تلت بغال وانت واحد منهم ولكن معك تمشي يا شقيقة صفية 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 تركيني بدي يشوفك تركيني ايدي شو هادة مفيد شو اللي عم بيسمعه شو حبس بنت عندك هون بالقصر حبس بنت شو مفتكرتين السجين اللي كان عايامك بالحبس لو قلك عين ولما سمعت عم بتقلك تركيني بدي يشوفه ومسكيلي ايدي وشو هلك لانو عم تمنعه ما تشغلي بالك بها الامور يا امر خلينا بموضوعنا والله بعد اللي سمعته ما رح نكف بموضوعنا صعبة ليه؟ اولا الموضوع ما عجبني من قامت اللي بيشاف بدل على واقع الحال انا هلأ متضايق مديا ايه كالها الجاه ومتضايق مديا قلتلك ما تقيسي على المظاهر هين عملت ايام زمان وقت البحبوعة هلأ انا مديا بس عندي تجرة رح تفرجني بعد مدي انما هلأ اليوم بدي كاش حتى تممها حتى حتى تصرف عن نسوان هو دي اللي بتطلق وطن حولك وحوالك وبتدفع حقهم كمان ما شاء الله ما شاء الله حولك عامللي متل هيدا المسلسل التركي سلطان الحريم اسمه حريم السلطان اههه ما تويقزني لأ صحيح ما تويقزني خي بس لما نيتعرفوا عليك بيغيرولوا اسمه ما تظلمين هلأدي يا أختي انا رجال أعزب بيتي سدح مدح حر لقدامي ولوراي بلا قدامك زلم ووراك زلم انت يا يا سلطان يلي مخبي بقوضك حريم نسوان وبنيت لأنه هيقيتها النعنوعة زغطورة يا أختي خلينا خلينا بموضوعنا بدك كاش أوكي حتى تمم التجارة شو نوع هالتاجرة بقا لأ شو نوع هالتهريبة سوري بعتزر خي أنا غلبطت بالتسمية لأنه حضرتك ما بتتاجر ما بتوسخ إديك بتهرب وأنا دفعت حق وحدة من تهرباتك دفعت حق غالي كتير غالية السمن جدا سنين معتم بالحبس وأنت برا مع ظلمك وحريمك عم تسرح وتمرح ولستكترت علي زيارة وحدة بالحبس زيارة وحدة بس ما تنكري إنك أبطي حق أسنينها العتمي طلعتي وفتحت الشغل وصار معي كمال ومليين ما أنت كمان سلطانة الحريم وفشرت فشرت أنا أشرف ما تروحي لبعيد بفكرك يا أختي ما ضروري سلطانة الحريم تكون على علاقة مع حريمة ممكن تكون على علاقة بسيطرة على عقلاتهم الصغيري وبيعون اتياب بمال قرون يعني بيكون حق لقطع عشرة دولار بيصير حق ألف دولار هيدا ما اسمه تهريب حقير حقير من ظهرتك وله محتال من أول صرخة لما ننزلت من بطن أمك وله ولي عم بتشبه تجارة الفساطين السينيي اللي أنا ببيعة لتجارة المخدرات والكبتاجون إما ما تواخزنا سوري سبوناتك الكلاس والسينيي ما بينرشقوا بوردة لك مفيد لما بدك تجيب سيرتي وسيرت شغلي بتسده لبوزك عندك طلب مضطر للمبلغ وقال لي بيخرب كل شي بشاركك بالتجرى ما يدملك ما عليه وهو اللي راح يتمم ليياها مقابل شو خمسوا من محاميه ومن صهره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة